يُسَامِرُ مَجْلِسَنَا السَّائِحُونَ فَيَهْتَزُ غُصْنُ النَّدَى فِي الْقُلُوبِ الحمد لله رب العالمين وعزكى صلوات الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين معشر السادة المشاهدين والمشاهدات سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسار أساسي للعبودية يتمثل في النهوض بواجب الاستخلاف واليوم نتحدث ونقف معكم وقفة مهمة متأنية فاحصة حول عمارة الكون والحياة وهو المسار الثاني وهنا سؤال يطرحه الإنسان بادي الرأي ما هي علاقة الإنسان بهذا الكون؟ هذا الكون هو كتاب الله المنظور كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله المصطور فالكون خلق الله والقرآن كلام الله وكون الله المنظور وكتابه المصطور هو ما أمرنا أن نتدبر فيهما كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالآيات تنزيلية في كتاب الله المقرو وهي آيات كونية في صفحة الكون المنظور هذا الكون تربطنا به صلة من خمسة أوجه الوجه الأول أن الكون مصدر من مصادر المعرفة قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وقال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال عز وجل ويخلق ما لا تعلمون ثانيا الكون هو للتسخير مسخر قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه لينتقل الإنسان في عمارة الكون والحياة من عالم التسخير إلى عالم التعمير أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها ولينتقل الإنسان من عالم التسخير وعالم التعمير إلى عالم التثمير قال القرآن الكريم أنظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي فهناك تسخير يؤدي إلى تعمير تكون ثمرته التثمير وهذا التسخير يجعل الكون لمنفعة الإنسان ولرخاء الإنسان ولرفاه الإنسان والبعد الثالث علاقة الإنسان بالكون أن الكون مسبح لله رب العالمين فهي علاقة رحم بين عالم المسبحات قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه والإنسان المسلم مسبح لله فتربطه رحم موصول بهذا الكون المسبح ولذلك وجدنا أن القرآن الكريم يقول لنا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير ومعنى أوبي معه أي رجعي تسبيحك يا جبال رجعي تسبيحك ليكون منسجما مع تسبيح داود ويا أيها الطير رجعي تسبيحك لينسجم مع تسبيح داود كما قال الله تعالى كل له أواب كل يرجع ليتناغم تسبيحهم مع تسبيح داود عليه السلام وإذا فارق الإنسان وجه الأرض فإن السماوات والأرض المسبحة تتحسر على فقد الإنسان المسلم المسبح كما قال علي رضي الله عنه إذا مات المسلم بكى له موضعان موضع في السماء وموضع في الأرض أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب وأما موضعه في الأرض فهو موضع سجوده وصلاته لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبحة لله ولكن هذه السماوات والأرض المسبحة لا تتحسر على فقد غير المسلم كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ما بكت عليهم السماء والأرض العلاقة الرابعة بيننا وبين الكون نسب المحبة قال عليه الصلاة والسلام هذا أحد جبل نحبه ويحبنا والعلاقة الخامسة بيننا وبين الكون علاقة جمالية فالكون مسرح يتجلى فيه بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته كما حدثنا القرآن الكريم عن جمال الإنسان وصوركم فأحسن صوركم وحدثنا عن جمال الحيوان ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وحدثنا عن جمال السماء إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحدثنا عن جمال الأرض أنبتنا فيها من كل زوج بهيج وحدثنا عن جمال النبات انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي لينتقل الإنسان من جمال الصنعة إلى جمال الصانع وليعبر بهذا الجمال إلى تحقيق الجمال في عالم القيم فالكون بيننا وبينه صلة المعرفة وصلة التسخير وصلة التسبيح وصلة المحبة وصلة الجمال ومن هنا كان المطلوب الأوفى من الإنسان أن يكون صديقاً للكون عاملاً على حسن عمارته بما أودع الله تعالى فيه من مواهب وبما أودع في الكون من مقدرات ومسخرات يعود خيرها لبني الإنسان أسأل الله تعالى أن يعيننا على حسن الفهم لديننا وحسن العمل على تطبيق هذا الدين ولنا بقية في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيء عنده الوداء يسامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن ندى في القلوب ترجمة نانسي قنقر